السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو ده لكل الاستفسارات اللي استفسرتوها عن المكنسة اولا هو السلكي بيكون حوالي 10 او 15 متر سيبك تويلي كاف ريسيبشن كله لو انا بخسل سجات كتير المسحوق بتاعها اول حاجة مش شرط مسحوق مخصوص ليها باسمها ممكن استخدم جنرال وبرسيل ده برسيل جيل عندي باللفندر استخدمته النهاردة هقولوكم النهاردة كل حاجة عنها كل الاستفسارات انا جمعتها وهي حرد عليكم فيها اول حاجة بصوا انا كنت شحناها في شركة شحن كانت قصرت كام حاجة عندي وضيعت جزء من عندي فالافضل ما تتشحنش في شركة شحن تتشحن طيران عادي دوت التنكي ده اللي بتحط فيه السائل التنديط مش شرط برسيل جيل ممكن شامبو عباية ممكن اي حاجة تكون سائلة وتكون بتعمل رغوة عشان تنظف لان هي مش هتنظف اي حاجة انت تستخدمين في السجاد العادي تقدر تحطيها فيه انا حاركو ازاي دلوقتي بفتحها والتنكات بتاعتها بتتمالي ازاي الجزء الشفف اللي قدام ده بيتفك من ورا علشان املأ التنكي بتاعها بفكو كده من ورا زرار رصاصي ده مسج بك هو بفكو عادي دلوقتي انا عندي التنكي دوت ان انا بحط فيه الميا بيكون مفصول التنكي مفصول جزئين جزء تحطي فيه الميا اللي مش نظيفة بتصرف في المكان ده زرار اللي ما يكون قدام بكل السجاد والارضيات بيكون عالطول زورة للمفرشات في كتير سألني على ازاي اغير هو ازرار كبير ده اللي بيتغير عندي كمان هنا الجزء الشفاف ده مهم جدا انه يتركب كويس في التنكي من ورا لمكانه اول ما بيتدخله بيبام والجزء الشفاف ده يكون راكب كويس مع الجزء اللي تحت الجزءين دول مسؤولين عن شفط المي ودوت فلتر احمر بيتلف عادي كده بس يكون بحاجة بسكينة او بحاجة ان يطلع حرفه هو بيتلف عادي كده فلتر بيتنظف كل فترة لو في بواقي شعر او بواقي فتا الغرق او حاجة بنشلها دوت الجزء ده والجزء الامامي مسؤولين عن الشفط اي حد المية عندها بيتلاقي المية كتير ما بتتشفاتش يبقى فيه مشكلة في الجزءين دول يتركبوا كويس جدا عندي كمان زرور الرصاصي ده بتاع تنظيف عمتا يعني سواء سجد او مفروشات قوة التنظيف والشفط لو حاجة خفيفة بتكون اخر حاجة لو حاجة اللي هي غسيلة عميق بيكون اول حاجة على اليمين عندي كمان ده سخان لو انا حقصل مفروشات او انتري او كده او ستار مش هشغله شغله بس للسجاد هو مش بيغل المية هو بس بيسخنها الموديل بتاعها دوت رقمه 9400 ايه دوت رقم الموديل فيه طبعا موديلات طلعت احدث من الموديل دوت طبعا بيسل طول الوقت بتطلع حاجات بس ده اكتر حاجة اشتهرت في بيسل يعني اه فيه انواع كتير جدا عندهم وفيه نوع كمان بيكون فيه تنك كبير زي برميل كده للغسيل انتو شايفين ده الشفط المسؤول عنه الجزء اللي امامي عندي هنا في الدراع بيكون فيه زرار كده انا اكون بزود منه السائل اللي بغسل بيه اللي هو السائل اللي هو السائل اللي حواركه دلوقتي كمان ازاي بشغل الدراع بتاع المفروشات السائل اللي هو البرسيل يعني بتاع المفروشات بيكون برضو فيه نفس الزر دوت في الدراع نفسه ولما بغير تحت على الطولز بتتحرك الفرشة دي تبدأ تتحرك حغيرها برضو بالمرة علشان تشوفوها وهي شغالة المية ازاي بدأتلع في الخرطوم ما بتطلعشي الا لو انا غيرت على الطولز وتكون المكنسة مقفولة كده هي لما بتخسل ارضيات او مفروشات او سجاد لازم تتفتح لكن ليه المفروشات للستاير والانتري لازم تتقفل الياه تتقفل ويتكون دي كده بتشتغل على طول او ما تتقف على زر التشغيل بتشتغل عادي وتلف زي ما انتوا شايفين وقادي المية اللي انا برشها من الرشاش الزرار اللي في اليد ده الجزء دوت بمفروض انه هو حافز للخرطوم ده كله الخرطوم طويل الحقيقة وبيساعد ان انا اوصل للستطارة بس انا عندي فيه جزء مكسور هبدأ بقى ايه اخز الهوان مسرع الفيديو شوية علشان ما يبقاش طويل بس حتشوفوا الفرق السجادة طويلة المشاية دي بيج فكلها بيجاد فمش باينة او يعني ممكن ما تبقاش باينة هي نضيفها ولا مش نضيفها الا لما جزء اتغسل بحاول على قد ما اقدر اوريكو دي شايفين الشفط كوت شفط بتاعها من قدام وشايفين كمان المية في الجزء اللي اتغسل ده شكلها عامل ازاي المية مش نضيفها الحقيقة خالص لان دي اتمشاية بتاعت الطرقة من الغرف لي كمان الحمام والمطبخ هبدأ كده اخسل الجزء ده عشان هيبان بقى الفرق في نص المشاية نضيف من اللي مش نضيف دي تنفع لكل انواع المفرشات لكن اللي هي بيقوله عليها الشاج اعتقد ما تنفعش لان هي شعرها كتير وهي هتبهدلي الفرش دي انا هوريكو كمان الفرش وهي شغالة الفرش دي اه انا غلطت وغلطت وحب اورها لكم في فيديو بعد دوت على طول اه اني مفروض ان احنا بننضفها زي ان نفكها وننضفها اه انا مكنتش بخاف افكها اه حاجة او كده كنت بخاف فكنت بقى اكتفي بننضف الفرش كده اصاص الشعر اللي عليها والفتل لكن المفروض تتفتح وتتنضف كل فترة وانزل كل الرواسب اللي فيها اه فحصل عندي فيها مشكلة وان شوء الله تتحل اه هوريها لكم عملي بتتفك ازاي وتتنضف ازاي وتتركب ازاي ادي طبعا انا بغير الميا انت شايفينها بدأت تعمل ازاي وهتبدأ تخلص فهغير الميا مرتين تلاتة على المشاية بسبب ان هي بقالها فترة طويلة ما اتغسلتش وانا مش عايزة اخسلها بالغمر لان لو غمرتها مثلا في البنيو ممكن احطها في البنيو بتبقى تقيلة جدا جدا لان السجادة المشاية دي تركي ونوعها تقيل قوي هي المشايات دي ليها ميزة وعيد ميزة ان هي بتتغسل غسيل كده اللي هو يعتبر جاف شوية طبعا شايفين الجزء ده من الجزء اللي هناك اللي هو مش مش مية كتير بيكون لازم تتغسل كده ما ينفعش ان انا اغمرها واخسلها بالفرصة عشان ما تبص لانها هتكون شيلة جدا عليه لكن في نفس الوقت لو حبيت اغمرها ساعات بيبقى في حاجة لازم اغسلها مثلا بقع مش عايز تطلع فالواحد برضو ايه عنده لسه حكاية الغسيل بتاع زمان اللي على السطوح ده بالفرشة وبالخرطوم بتكون شيئلة لكن الخفاف عندي انواع تانية اخف شوية اسهل بكتير في اني بتنشف بسرعة وعرقة اقدر اصفيها واشيلها اسهل لكن دي لازم تتغسل بترى دي او تروح المخسل لكن لما تتغسل وبتبقى نضيفة ممكن تقعد فترة طويلة يعني اه انتو شايفين اهوت ده الشفت قوة الشفت بتاعتها والفرش شغالة الحمد لله اه ربنا يبارك يا رب فيها حصل مشكلة دايقتني بعد ما غصلت السجاتين كنا كنت نوي اخسل كل السجات بس قادر الله ما شاء افعل اه حوريكو ايه المشكلة وهي هقول لكم ازاي ننظف الفرش اول باول لانها زيها زي الفرش العادية اه المفروض يكون ليها قطع غيار اه في مصر بدأ كرفور ينزل منها فحسأل هو ايه السيانة بتاعتها فين علشان اه قطع الغيار لكن هي حاجة بسيطة ان شاء الله حلاقيها برا مش شرط تكون تباح يعني طبعا ابني بيشاركني دايما ولابس فردة وفردة لأ الله يهديهم كلهم بحاول ابعد شوية عشان اعرف اشتغل اه دي كده انا خلصت يوس الاولين حفر اروح ام لا انا بحاول اجيبها لكم كده عشان تشوفوها برضو هي شغالة بحوريكو جزء وهي شغالة بيكون شكل الفرش ايه من تحت اه الحقيقة هي بتنفع جدا خاصة لو ما يتكبت لو حاجة تكبت عصير مش عارف ايه اه هي تقيلة في الاستخدام ولا لا هي قوة تقيلة الحقيقة اه خاصة لو مفيش مكان ثابت ان انا اقدر اجرها في اي وقت اخسل بيها انا ما عنديش ليها مكان فمضطر احطها في البلكونة عشان اشيلها اجيبها من البلكونة ويالحق بيها كارثة حصلت من الولاد اه بكون عملت بالفوتة اه لو في زيها زغيرة حاجة محمول خفيفة زغيرة اه لتسرع كده في ان انا لم شوية مية او اشفط شوية حاجة بسرعة هو فيه بتشفط لكن مش بتخسل في مكانة زغيرة بتشفط المية زغيرة جدا ويه مش غالية خالص لكن مش بتخسل سجاد اه في كزا حد سألني هي غسيل السجاد والسراميك بتخسل سراميك وتلمو حلو قوي بزا انا عندي الجزء ده مش موجود اه ويه بتكمس كانس عادي لا يا جماعة دي مش بتكمس كانس عادي كانس عادي لازم برميل الكنس بس انا كمونا مش بحب يكون الجهاز الكهرابي في الحاجتين دول آآ لاني كده هعمل حملة عالجهاز هكل يوم هستخدمها هعمل حملة ولو حاجة عطلت يعني زي ما حاجة عطلت في دي هتوقف الكنس وكله بتاع الشقة كلها الكنس العادي لأ انا كانس عادي وهي جايبة كمان لدية اللي هو السجاد العادي آآ انا كده تقريبا قربت اخلصها هورها لكم وهي شغالة بيكون شكل الفرش ازاي في ناس ما بتبقاش متخيلة شكلها ازاي بس الحركة دي هحاولو متعملهاش كتير عشان متأثرش عليه الفرش دي آآ كمان ليها عمر فتراضي المفروض تتغير يعني انا بقالها عندي تمن سنين او يمكن اكتر اكتر من تمن سنين تسع سنين تقريبا اي دي شكل الفرش اهي وهي شغالة بي لما تقف هتشوفوها هي تبعنا بتترفع بتقف اهي كده وقفت فادي شكل الفرش آآ عمرها الافتراضي مفروض تتغير زي فرش البلاط وفرش البيت العادية يعني اللي احنا مفروض كل فترة آآ نغيرها لانها هي بتبوز من كدر الاستخدام هي بقالها عندي تسع سنين والحمد لله الحمد لله حصل فيك يعني مشاكل بسيطة كده من الشح بس شغالة والمشكلة اللي وقفتها دي ان شاء الله هتتحل واقول لكم هي ايه با امانة واقول لكم نضفوا الفرش ضروري آآ هتشوفوا المية دلوقتي طالعة عاملة ازاي اتي المية دي انا غيرتها مرتين على الفكرة آآ كانت يعني حالتها سيئة دي كده انا تغيرت مرتين وشايفين الوور والحاجات دي آآ ما اقدرش هستغنى عنها طبعا لان فعلا بتنجز خاصة لو سجاد بيعمل ريحة من كتر لو كب علي مية آآ او مع انكيش مكان تنشري فيه لأدية مريحة وبتغسلها دي كون شايفين طبعا هي آآ في قطعة الغيار دي ان شاء الله اجيبها عشان تغسل السراميك طبعا بتلمع السراميك جدا جدا تبقيش في حاجة ان انت تنشفي تاني وراها انا كده خلصت الاول المشاية دي مشاية طويلة يعني تقريبا اكتر من ثانية متر آآ هعملت الوقتي السجادة دي برضو هي عشان بيجات في بنيات انا بحب اجيب الالوان المتدخلة عشان ما يبانش فيها آآ فرتها كده كانت متطبقة وبقالها فترة عايز اخسلها الحقيقة آآ فرتها وحابدأ بقى اخسلها جزء جزء آآ بس دي مش نديفة بقالها فترة يعني دي اصلا بتاعت الولاد آآ بتاعت الليفنج في الاصل بس انا حطها مؤقتا فجبت لها فانش الفانش ده هحطه في الجزء بتاع اللي هو البرسيل الجن هحط شوية فانش الوان بلاش كلور بلاش آآ رابسو بودرة بلاش كلور بلاش رابسو بودرة دي قالة بتشتغل الرواسب فيها ممكن تعمل مشكلة فالافضل اني احنا نحافز على العمر الحاجة لقد ما نقدر بنستخدم لاما شامبو لاما شور بتاع الجسم العادي احط برسيل احط برسيل جيل اوكي برسيل عباية ماشي برسيل آآ اللي هو آآ برايح اوكي شوية جنرال حتنظف وحتقضي الغرض اتمنى يكون الفيديو عجبكم والاجزاء اللي هي مش نديفة انا بقبلها مية زيادة واشوفكم في فيديو جديد اشتركوا في القناة